قبل أقل من ستة أسابيع على انتهاء المرحلة الانتقالية وخروج بريطانيا النهائي من الاتحاد الأوروبي لا تزال المفاوضات بين الجانبين لم تترجم إلى أي اتفاق حتى الآن والتأخر في التوصل الاتفاق بشأن العلاقة المستقبلية بين لندن وبروكسل يضع المستثمرين أمام عدة سيناريوهات من شأنها التأثير على التحركات في الأسواق المالية التوصل الاتفاق الجزئي في اللحظات الأخيرة ما يزال السيناريو الأكثر ترجيحا بين المستثمرين في الوقت الراهن ورغم أن هذا السيناريو قد يقلل من حدة المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني فإن تدعيات وباء كورونا تزيد من تحديات تعافي الاقتصاد السيناريو الثاني والأكثر تشاؤما يتمثل في عدم التوصل الاتفاق باحتمالا يصل إلى 20% وفقا لتقديرات بنك القترة وبنسبة 40% وفقا لآخر استطلاع لوكالة رويترز هذا السيناريو قد يؤدي إلى هبوط جنيا استرليني بأكثر من 5% أمام الدولار و7% أمام اليورو السيناريو الثالث وهو الأفضل يتمثل في التوصل الاتفاق شامل بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ورغم أن الأسواق المالية لا تتوقع هذا السيناريو على نحو كبير فإن التوصل الاتفاق شامل قد يكون مفاجئا للمستثمرين وفي هذه الحالة قد يقفز جنيا استرليني بنحو 5% أمام اليورو سيناريوهات مختلفة في وقت عصيب يمر به العالم والجميع يلعب على عامل الوقت فهل يخرجوا اتفاق بريكزيت إلى النور قبل انقضاء عام 2020؟